كل شوية خليه المنافسة كده خلوا اللعب اللي يستحق بجد زي ما قلت سيب الهوى على جنب و سيب يعني حبك اللعب على جنب أنا بتكلم رقميا مين صاحب الأرقام المميزة خلال السبع مباريات أو الثمن مباريات اللعبهم الأهلي في شهر أغسطس مين اللي كان مؤثر مع الأهلي مين اللي خلي الأهلي يواصل انتصاراته أفريقيا ومحليا خليك دايما فيه خليك دايما يعني في حكمك أو اختياراتك حتى لو كان أخوك أو حد من أسرتك أو يعني ابنك أيا كان خليك دايما بالأرقام الأرقام رايحها لفلان خلاص يبقى تديها لفلان وإحنا في آخر الحلقة هقول لكم إحنا اخترنا مين بالأرقام برضو أوكي من اللي اخترته أكيد يعني مش هنبقى عن بعض يا عم الكريم ماشي خلينا بقى نبدأ حلقتنا النهاردة النجوم يبدو أنه ما كسبش الزمالك صدفة النجوم النهاردة بيتعادن مع الإسماعيلي واحد واحد ولو الأفضلية بضربتين جزاء مفيش أوضح من كده أحمد الغندور غير موفق تماما في إدارته لقاء النجوم والإسماعيلي النجوم اتحسب ليه ضرب الجزاء مش صحيحة تعادل بيها لكن له رقلتين جزاء مفيش أوضح من كده يبقى غلطات أحمد الغندور النهاردة مش رقلتين الجزاء اللي متحسبوش تلات رقلات جزاء واحدة غير صحيحة تم احتسابها واتنين مفيش أوضح من كده مفيش يعني مفيش حاجة توقعين أكثر من كده عمل لك ايه هنروح للإزم بعد كده هنروح للإزم يعني صحيحين جدا 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 لكن النجوم يبدو أنه ما كانش فاز على الزمالك صدفة ده بيقرر النهاردة تعادل مستحق بل كان يستحق الفوز على الإسماعيلي تعادلوا واحد واحد في المباراة من دمن المباراة الأربع اللي تلعبوا النهاردة من الأسبوع الخامس بترجدت بيتعادل مع حرص الحدود وحرص الحدود في الطالع في الفترة اللي جاية الجونة بيأكد تفوق ويفوز على الدخلية ثلاثة اتنين طلاع الجيش بيحقق أول فوز للسنة دي 2018-2019 على حساب المأولين والمأولين نغبة هنستحمل للصاعدين وهنستحمل الناشئين أعتقد أنها مش هتأكل عيش يعني المأولين وأستحمل الناس اللي لسه طلعوا وديهم الفرصة صعبة والدنيا ما بتبقى صعبة ترجمة نانسي قنقر